السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مرة ما بعد الكورونا طبعاً الكورونا عملت حدث كبير جداً في العالم وخل الدول الكبيرة جداً الحياة توقف فيها تماماً شوفنا الصين ممنوع أي حد يخرج من البيت بتاعه ومن الغرفة بتاعته شوفنا أمريكا تماماً توقفت في دول كتير جداً تقريباً الدول العالم كلها بأسسنا حصل فيها توقف جزئي أو كلي عن الحياة طبعاً ده يخلي فيه التغير كبير جداً بعد ما الفيروس انتهيب وهينتهي أكيد يعني إن شاء الله والعالم مر ببازمات كتيرة زي كده والحمد الله تعديها بعد ما الفيروس ده يتم السيطرة عليه والتعامل معاه أكيد الناس هتتغير طريق الحياة معهم على سبيل المثال الناس بدأت تفكر طبعاً هممكن بحيث تشغل من البيت ليه إحنا نروح للشغل وليه نضيع ساعتين ثلاثة في المواصلات وليه الاجتماعات تبقى بشكل دوت ليه ما تتمش من خلال الفيديو كول ممكن نحن نبقى قاعدين من كل واحد قاعد في المواصلات بتاعه ورشاة كل واحد يروح في بداية لو الناس بدأت تفكر في المواصلات دوت وتتعامل معاه أكيد أزمة المواصلات هتقل يعني بدلا من هروح لحد لأنا ممكن نتكلم معاه بالفيديو كول داي بناجه من البرامج وابدأ أتفاهم معاه وابدأ نتناقش معاه بدلا من كل واحد سيب المكتب بتاعه يروح الشغل ممكن يتم من خلال البيت طب المحاضرات فيه محاضرات كتيرة ينفع يتم من خلال البيت طب مع كده العبارة نفسها هتختلف بمعنى هي هتختلف يعني فيه غرف كتير نفسها في الجامعات ممكن لما انتصمها نقول لا الغرف دي ممكن يتم ينصنعها عنها فيه غرف لا يمكن ينصنعها عنها لان مثلا بقى فيها ورش مثلا فيه حاجة لازم الطالب يجي ويحضرها و لازم يكون أكتف مع المعيد أو مع الدكتور وفيه حاجات ينفع ان هو تستعمل فيديوكول الفنادق مثلا غرفة الريسيفشن طبعا لها أكتر من هدف منها مثلا ان هو بيبدأ يسجل ويستنى في ساعة التسجيل بيتأخر من الوقت التسجيل كله بيتم من خلال الانلاين مفيش ده نحن ننزحها في المكان دوت فممكن نقل الغرف بتاع الريسيفشن فكل الحاجات دي هتبدأ تتغير على الفكرة فيه حاجة كتيرة جدا كوارس عادت على البشارية وكان أثارها إيجابي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية وتم دخل فلوس كتيرة جدا في الأبحاث فده أدى ان في تطورات كتيرة حصلت ما كناش نقدر نصل للتطور الرهيف في الفضاء اللولى الحروب ديت طبعا الحروب سيئ يعني زي زي الفارسات زي الفائدرات والزلازل بس كان فيه أثر إيجابي فيه فلوسة دفعت فيه المحاس وفيه فلوسات كتيرة مرت على البشارية زي المنزة الإسبانية مثلا بدأ الناس يعملوا دراسات بدأ الناس يختاروا حاجات فالعمارة هده اختلف إن شاء الله تماما يعني لما يجي حد يصمم اه لأ خلي بالك من نقطة دي لا احنا ممكن نصغر دي لا ممكن نكبر دي فواقع انها يبقى فيها اختلاف الموضوع اصبح فيه نسبة تتغير طريقة الحياة إن شاء الله للأحسن بدأوا يقفوا يفكروا طب احنا ممكن نحتاج دي نحتاج دي العمارة هي فراغات مش الحوايط لا الفراغات الجوة فالفراغات دي هتبدأ ممكن في أماكن تجبر في أماكن تصغر في أماكن يتم عادة توضيحها ممكن مثلا يعني عندما تحصل أزمة بيقولك طب احنا مثلا ايه لا احنا محتاجين في احتمال حصل حرب مثلا لقدر الله فمحتاجين أي حد يصمم حاجة يعمل مثلا مكان تحت البيت فبدأت العمارة تختلف نتيجة الحروب فبرضه ممكن بعد كده يعني يقولك ايه طب احنا ممكن في مادة تهيان الفيروسات نتقفش عليها المعمارة تختلف نتيجة الحروب فتبدأ ده التطور ممكن يحصل في المستقبل لان البيت اصلا او العمارة اللي هم نقعد فيها دي بضعة تتعامل كلمة من الوقت اغلب الوقت يعمل في البيت لما تشغلوا بينهم الموساط فكيد في اهتمام كبير جدا بيها المعمارة يعني هو اللي بيعمل الحاجة اللي الناس تقاش فيها والله جعل لكم من بيوتكم سكنة وربما يقول لهوا هتشأكم من الارض واستعماركم فيها فهي حاجة كبيرة جدا وحاجة مهمة والناس اضمن يعني يكون فيه تطور للأفضل في الفترة اللي جاية ان شاء الله ويكون استفادنا من الموضوع الكورونا والكرسة للحصر دي ان بيحصل فيه تحسين لجوجة الحياة الناس تهتم بان التهوية اللي موجودة في المكان تكون افضل جوجة الهواء الداخلي تكون افضل اي حد بصمم يحط ده عامل اساسي موجود فيها بش حاجة اختيارية عشان ناخد شهادة الليد او حاجة كده لا تكون حاجة اساسية يكون فيه اهتمام بالتهوية اخضر الاهتمام بالخوري الشمس وان شاء الله نكون استفادنا منها استفادة للأحسن ريتم